تعرف الآن أنه راح تطلع زيادة بالسكانية مليون بالمئة ما تقبل غلط مثل ما تفضلنا ببداية الحلقة زين الآن راح يصير بزيادة سكانية راح يصير تمثيل داخل مجلس النواب أكثر راح يصيرون أكثر من النواب الموجودين الآن باعتبار الدستور كل مئة ألف كل مئة ألف نسمة يمثلها نائب تعالي هلانا هذولا راح نضاف لهم رواتب وتقاعد بعد أنتم فتوا بمنطقة حتى هذا الصرف اللي صار راح يكون عندنا مستقبليا للعشرين خمسة وعشرين سنة جاية وأضف إلى موضوع التقاعد والرواتب وزيادة أعداد النواب أضف إلى أنه خلال سنين القادمة أيضا مثل ما اعتمدوا السبعة وخمسين أقول راح تجي حكومات ربما تستخدم هذا التعداد بناء على أهواءها سيد العزيز أولا هذا موضوع حساس أنا أشكرك أثرته إنه إذا طلعنا خمسة واربعين معناته مجلس النواب يصير أربعمائة وخمسين حسنا ثلاثمائة وعشرين مع كل الاحترامات لا مستفادين من عندهم ولا هم قدموا شيء للعراقين إلا ما ندر بعدد أصابع اليد طبعا للعلم ها متأرم وبس مجلس النواب عندك مجالس المحافظات أيضا راح يزيد تمثيلها ودرجات الخاصة تصير وكل وزارة يقول لأنه العدد هل قد نسبة وتناسب أنا لش قلت له قلت لك العراق البناء على أسس مكوناتية على أسس هذا منيان وهذا منيان فإنما تجي من تلقى هذه الفقرة المهمة بالتعداد من أجل أنه تقول أنا حتى أبتعد عنها أنت ما تقدر أنت جبت نفسك ودخلتها بهذه الدوامة لا نحن نظامنا سياسي ولا خارطة طريق السياسة السياسة مرسومة بصورة صحيحة وبالتالي أنا اليوم أطالب حتى بتغيير قانون أنه كل مئة ألف مثل واحد من نواب الشعب الآخر يصبح كل مئتين وخمسين نحن نسعى إلى تقليلهم شو الفائدة؟ كترة بدون فائدة هسا أنا وأنت نعرفهم يمكن لو تجي يشوف ذول النواب اللي يديد يتحركون ويتابعون والله ما يجازون الخمسة وعشرين واحد والثلاثمائة ذولة هيش فس شغلتهم رئيس الكتلة يقولهم رفعوا ديكم رفعوا ديكم إذن أنا ما أحتاج هذا التمثيل النيابي لأنه عزة وأنا قلتها ومصر عليها وأتحمل مسؤوليتها الواقع السياسي مضطرب جدا والبرلمان العراقي سيخرج من رتة الإنعاش لا ثلاجة الموتى لأنه ما قدم لي شيء فبالتالي هذا التعداد أنا أريد اليوم كما وعدت به الحكومة على رسال رئيس الوزراء الأستاذ أو السيد السوداني قال أنه لتوزيع الثروات ورسم خارطة جديدة وعندها خطط تنموية خلينا نطبق هذا القول أما أنه المواطن راح يقدم كل ما يدار وراح يضيف وراح يقدم كل مستمسكاته وبالنتيجة تدرى أكو تخوف وأنسئل دائما أخاف راح يطعون رعاية راتب الرعاية أخاف يشوفون حدي تدرى أكو عالم حتى شارة استبارة والله يطعوها يصورون ليش هذا الغموض